أصدى رئيس الجمهورية خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء عدة تعليمات للحكومة وأوامر، تخص عدة قطاعات أهمها قطاع النقل. ومن بين مخرجات هذا الاجتماع، أصداء أوامر للحكومة بالبحث عن آليات ناجعة لاستحداث سلطة مينائية من أجل تسيير أحسن وخدمات أفضل للموانئ، مع تهيئة الموانئ لاستيعاب مختلف أنواع السفن، ويأتي ذلك بالبحث عن آليات ناجعة لاستحداث هذه السلطة التي تكون تحت إشراف الولي أو محافظة، وذلك لتحديد المسؤوليات من أجل أحسن تسيير. يجب أن يكونوا على مستوى ممتلين على مستوى هذه الأجنسة. أما بخصوص مهني الصيد البحري، فأمر رئيس الجمهورية بوضع نظام خاص للحماية الاجتماعية لهم في أقرب الأهجاب. مع تهيئة مساحات خاصة بهم في الموانئ، والتكفل بهم في شكل تعاونيات. إجراءات من شأنها الدفع بقطاع النقل الذي يعد الشريان الأساسي لأي بلد. كما تلعب الموانئ أيضا دورا مهما في تنشيط حركية الاقتصاد ونقل البضائع.